وهو يقول له موسيو العلوي ياسين اتهدن هي جد غير بنبهك ولكن للأسف ما جاتش في الوقت المناسب قال ياسين كيفاش عودت ليها أحلام كل شي من الألف اللي يع ومحد هكت عود وهو كيبزية وحروق وخرجوا وقال كيفاش يعني دكب نادم هو اللي ضربها وهو اللي جابوه معها قالت أحلام كيف هاش وهو يقول تقلبات به الطموبيل وبدأ غادل الاستقبال وتبعاته أحلام وتبعوه موسيو العلوي ياسين كان معصر قال الشخص اللي جاب الحادث اللي تقلبات به الطموبيل فين هو موظفة للاستقبال قالت لي بلات يا سيدي انسوا اللي كانت حداهم وحد ممرضة سمعاته وهي تقول واش انتو معا ايلتو نقزات أحلام وقالت آه وهي تقول ممرضة بأسف البركة فرازكم أحلام تصدمات وقالت كيفاش قال موسيو العلوي إنا لله وإنا إليه راجع ياسين ما مطيقش وبدأك يغوت إلا إلا كان خاصنين قتله بإيدي وبقاك يغوت وهو يقول له موسيو العلوي تهدنا ولدي وقول له أعود بالله من الشيطان الرجيم وصير شوف مراتك من شايسين الجهة غرفة العمليات اللي فيها زينب وتلفت موسيو العلوي الأحلام وهزها من الأرض كيواسيها وقال ليها البركة فرازك بنتي أحلامك تبكي وقالت اسمح لي يا عمي هاد شي اللي كتعيشو كله بسبابنا وهاهو أخد جزاؤو الله يرحمو ويسمح لي هو يقول لها موسيو العلوي كلنا كان غلطو المهم هو نعرفو غلطنا وما نبقاش نكروه دا بقى بنتي تهدني وعيطي الماماك قولي هاليها قالت ليه أحلام هو أخا عمي خدات التليفون وخرجات باش تكلم مع ماماها ورجع موسيو العلوي عند العائلة لقاهم كله واحد وفين وقف وعالمات الحزن والآثاء على وجوههم والباتول اللي الكبداء محناتهاش كاتبكي وتعاود وهو يقول ل موسيو العلوي تاصلتوه بأيمن قال ليه مروان آه راه جاي في الطريق وعند أيمن اللي نزل عليه الخبر بحال صاعقة ما عرف ما يدير جر لمياء ومشا ديري كت السبيطار لمياء من اللي ساقت لخبار وهي غير كاتبكي وكاترحت وصلوا ودخلوا ويالله وقفوا على العائلة كي سولوا حتى خرجات ممرضة فمها بيض وعينها خارجين كتنهج كل شي تلفت لها وكيتسنوها أشغضة تقول وهي تقول خسها الدم والفاصيلة ديالها نادرة وقليلة وحتى فاصيلة ما تقدر تبرع لها أيمن بالخوف انتقل أنا 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 أخوها أنا تبرع لها قالت له الممرضة أشنو فاصيلة دمك؟ قال لها أوه ناقص وهي تقول له الممرضة أوكي تفضل معايا مشا أيمن مع الممرضة عاد نتابه للمياء اللي واقفه وكتشها قبل بكا قرب ليها ياسين وعنقها لمياء كتبكي وكتنطق اسمية زينب زير عليها ياسين وقال لها شت غدا تكون نأم زيان وفي نفس المكان وصلت فوزية كتبكي وكتنوح وغاديا في اتجاه أحلام قالت فين خوف فينه؟ قالت لها أحلام صبر الله رحمه فوزية غوتات على حر جهدها ولدي أبقات كتغوت وكتبكي وكتضرف راسها حتى ولات كتدخل وتخرج في الهضرة طار ليها الفريخ حارت معها أحلام وجاوا عونوها الممرضات وداوها ضربو لي هابرة باش تهدم وخلاوها ترتاح وأحلام حداها كتبكي وحاس براسها بقت بوحدها ونمشي ودعبا عند العائلة خرج أيمن من بعد معطال خطو الدم وشد ياسين الممرضة وقال اختي كده يرحالتها قالت له الممرضة منقدر نقول لي كوالو غير ادعيه معها ودخلات وخلات براكين وراها أحاسيس من خربكة كل واحد وفاش كيفكه مسيو العلاوي اللي تفكر زينب أول مرة وراتها ليه بسوما لي ما كانش كتسكت من سيرتها حتى قرر يزوجها الولدو وتفكر الخجل ديالها منو وش حال حاول يحيد هاد الخجل بناتو وثوما اللي تفكرات أول نهار زينب في الجامعة وكيفاش كانت داخلة سقراسها وماشي بحال بناتشيلها ولمياء اللي تفكرات زبايلهم وحدة وحدة والبهجة والسرور اللي دخلات هاد البنت على دارهم ومروان اللي تفكرها في مراكش وتفكر العفوية ديالها وضحكتها وأي من اللي ما امتيقش أنه حتى لقاخته الوحيدة لي من عائلته ودابا ممكن يفقدها خارط قواه وطاح على ركابيه والدموعه مجموعين ليه في عينيه والباتول اللي كبدتها كتشوا تفكرات من اللي تحطات الحي ما في إيديها وأول مرة هاد رات وأول خطوة خطات النهار اللي وليها في المدرسة وأخر العام فاش كتشي ودقول لي هوم راها نجحات بقيت كتبكي وكتدعيمها بنتها وتوأم روحها اللي ما كانتش قادرة توقف لبكا شا تدفكرشها وكتتفكر في صاحبتها تربية إيديها كيف ما كتقول لها من نهار تصاحبو حتى لدابا عمرهم تفارقو ما دوزوش لقليل وخاء وخاء تفكر حتى تعيام ما تقدرش تفكر كل شيء أما العاشقة ديانا اللي الدنيا ضايرة به وقالس جاي مع رشليه اللي عنده وكيتذكر أدق التفاصيل اللي عاشها معها محبوبته وكيفاش بتتلاجه خايف يضيحها مكتف ومعارف ما يديه ما كرهش أكون كان هو في بلاستها فيني ما كيتفكر أنها في غرفة العمليات بين الحياة والموت كيزير على إيديه وعينيه كيدوزو بالدموع آه بكا يا سين عاديم الإحساس والمشاعر المتعجرف يا سين اللي ما بكاش من اللي ماماه مشات وخلاته بكا على محبوبته برهوشته كيف ما كيقول هو بقاوها كدك ساعات وساعات حتى تحل البال وخرج الطبيب ووجهه ما فيه حتى شي تعبير ومسقهط من الدم ومشا كل شي تجمع عليه ويا سين سوله هو مخلوع طمنا آه دكتور قال ليه الطبيب واش غادي نقول لكم كل شي كيتسناش غادي يقول الطبيب وهو يقول يا سين اهدر آه دكتور ما تخلعناش يا سين غمض عينيه وسهل الدمعه حار رعلى خده جاعة الأحاسيس دازو عليه حس بإعصار في الداخل دياله باغي يغوت ولكن صوته ما كيطلعش باغي يهرس ويدكدك ولكن حاس برسوه مكتف الباتور طاحت على الأرض كتبكي وكتردد بنتي لا لا بنتي أيمن عينيه عمره بالدموع وشد فراسه غير بزف وكيردد اختي ما تدريهاش عافك انا ما صدقت لقيتك ثو ما كتقوي فراسها وما قادراش احتنها ردحتها هي بالبكة لم يقص صدمة من جديد ما عرفات ما تقول غير كتطور في عينيها أما حانان غير سمعات الهضرة ديال الطبيب وما تحملاتش طاحت صغفانة بين إيدين مروان ومن بعد مرور ست شهور ست شهور دازتها على العائلة طراو فيها بزاف ديال لحويش منهم فوزيال لتصطات ودخلوها المشفى المجاني وأحلام اللي صافرت وقررت تبداحياتها من جديد تقرأ وتختمتم سامحات معهم ومشات تشوف طريقها بطبيعة الحال بمساعدة عنها وموسيو العلاوي اللي رجع لشاركته باش يشد الخدمة اللي بقات في نص الطريق واحتى واحد ما مصوق لها وصوفيا اللي تكلف بها فؤاد ولفق لها تهمة مساعدة مسجون على الفرار وغرقها في الحبس ومروان اللي ديما مضارب مع حنان باش اديها في صحتها وفدكش اللي هازده في كرشها وثوما اللي ديما مع الباتول وتحاول تخرجها من الصدمة اللي هي فيها وايمن اللي لقا صعوبة في اللون باش يخرج لمياء من صدمتها رغم انه حتى هو كان محتاج ليوقف معاه وراوياء ختياسين اللي جات وبدأت لقرايا في كذا واخوها سكنها معهم ودبا رهاكت دير فستاش في المشفى واخيرا وصلنا المتعجرف دياننا بطلنا اللي ولا محصب غير مع دبان وجهه ورجع للبوكس كيف الرغف فيه وسد على راسه تاني عايش غير بدكرياتهم وعند سوما فاقت ومشات نيشان البيت الباتول فيقاتها وقالت لها نوضي رخصنا نمشي قالت لها الباتول اش حال في الساعة قالت العشرة هادي وهي تقول الباتول ايواء تعطلنا زيدي زيدي ناضوا وبالثلاث الباتول حويجها وهزوش يحويش وسيكانهم وخرجو كيشريو وعند لمياء اللي جالسة في الأطولية ديالها حتى دخل عليها أيمن لمياء دارت أطولية تخدم فيه في الضار ديال الغابة باش تبقى قريبة من أيمن قال لها حبيبتي لمياء سمعت منهار وحتى هو جامع بزاف في قلبه قال حبيبتي حبيبتي عافكي هضري عافكي هضري معايا محتاجك محتاج شي واحد لنخوي عليه قلبي لمياء بقت ساكتة وهو يقول أيمن عافكي حسي بيا راها ما ساهلاش عليها حتى أنا وبياء بقت ساكتة أيمن تعصب وناد كيغوت ويهرس وقال حتى القيمتا حتى القيمتا راها حتى أنا ما قادرش كل شي مجموعة عليها وكان خبي وكان اكتم في قلبي خبيت ضعفي منهار عرفت عائلتي تخلات عليها ونهار تزاديتي وشديتك وربيتك واعت نفسي مكون نعم الأخ حتى لنهار خانني قلبي وبغاك وخبيت وهربت حتى خفت نخون تيقط عائلتك خفت نتلقى الرفض بسباب أنني ما معروفش شكون أنا ولا منين جاي حتى لنهار عرفت قصة عائلتي ولقيت اللي من لحمي ودمي وبدأ كيبكي وكيقول علاش علاش بقاك يضرب ويهرس حتى تجرح ونادت لمياء كتجري عنده ونادت لمياء كتجري لعنده وعينها شلال ديال بدمور عنقاته بالجهد وهمست ليه في ودنه وقالت صافي اسمح ليه انزل عليه صوتها بحال المال بارد اطفال عافية اللي كانت شاعلة فيه شدها حتى هو وعنقها بكل قوته حتى كان غادي فلعصها تفكت منه وقالت ايجي نعقم ليك الجرح ايمن بتاسم وسط تموعه وقال يخلي ليه الممرضة ديالي بدات كتداوي ليه في الجرح ومركزها حتى خرجها من تركيزها بكلامه قال كان بغيك احبيت بغيت نسمحها منك لمياء تقلبات معدتها وقلبها كيدرب في المية وعشرين وإيديها ولات كتتراعد وتزنقات ومعرفات ما تقوم ولات غير كتدخل وتخرج في الهضاء قرب ليها حتى ولات أنفاسه كتضرب في وجهها وقال كان بغيك لمياء بكترت صدمة وكل شي تجمع عليها ما بقاتش قادرة احتى صخفات ليه في ايد دين اضحك عليها ايمن احتشفع وناضح الزهال فراشها وتخشحتها والصباح فاق على ايد دين كيلعبوا ليه في وجهه قال صباح الحب قالت ليه لمياء صباح الخير ايمن حابس الضحكة وقال حبيبة ماكي البارح لمياء ضرباته ومشات للحمام غسلات حالتها وخرجات ومشات الكوزينة باش توجد الفطور هو بقى كيدحك وحالف حتى يسمع من فمها كلمتكا نبغيك انزل ودخل الكوزينة ولقاها كتصايف الفطور قال الحاه colour قيله قال ما بغيتش هاد الفطور قالتلي واش بغيتي وهو يقول داك الشي اللي قلت البارح لم ياء فهماته وقلست كتدور في عينيها وهو يقول ايمن راني كانت سنة لم ياء بقت ساكتا وهو يقول صافي سمحي لي وقيلة فهمت غلط ديري راسك ما سمعتي والو مني دير راسو تقلق وبدأ خارج للشرطة لم ياء خرجات عينيها وعيطات ليه قالت ايمن ما جاوبهاش وكمل طريقه وخرج للشرطة مشات كتجري تبعاته وغوتات غوتة وحدة سمعات في الغابة كلها قالت وكان بغيك كان حماق عليك هو اسمحها وحبس ودار وفتح ليها دراعه احتطارت وتخشات في حضنه انا رجعوا لدابة لم ياء درباته لصدره وكتضحك وقالت تفليتي عليا قال ليها ايوا كل ما درتش هكدا ما نسمعهاش ودابة نوضي وش دراسك رخصنا نمشيو قالت ويلي علاش حال في الساعة قال ليها غدا تكون شي الحداش وهي تقول اوكي هانا خمسة دقيق وانا معاك قال ليها ايمن اياه عارف خمسة دقيق ديالك وفي السبيطار داخل بطولته وبتخنزيرته المعهودة اللي تعودوا عليها ست شهور هادي بشعره ومخربق واللحية اللي زادت عمرات وقامتو اللي مت بالتلاج من غير العضلات اللي زادوا قصاحو وبانو ادخل وداز على الممرضات اللي ولاوا عارفينو ودخل الغرفة ودور وجهو لقى لكل مجموع موسيو العلاوي سومال باتول لمياء ايمن حنان ومروان وعلي ومريم وامين وكريمة وحتى راوية هادي وصل البلاسة اللي فيها محبوبته ملاكو اللي هادي ست شهور وهي في نفس الوضع ناعسة ما كتهدر ما كتتكلم غير ناعسة من اللي قال لي هوم طبيبرا ها دخلات في غيبوبة ومعارفينش انتا تفيق محبوبتون اللي منهار خرجات من العملية وهو واحدة راسها تحول للثبيطار ولا هو داره ساكن فيه كل شي ولك يعرفه ابقى مع هاست شهور بالتمام والكمال عمرو مل ولا كل وديما عندو امل انها غضت فيك كيهدر معها يوميا وكيعاود لها اي حاجات رات في نهاره على اساس انها كتسنها محبوبتون اللي كل شي جا شافها واهدر معها احتى من الموجات من طنجة وشافتها وتسامحات معقبه واليوم قروا يتجمعوا كاملين حتى الطبيب خبرهم انه كاين استجابة للعلاج ويمكن الى سمعات اصوات قاع اللي كتحرف غضت فيك قرب حداها وشد ايديها وقربها لشفيفه وبازها احتى حس بها كتحرك وجهها كتبان عليها حركات كل شي تهز قلبه وياسين اكتر واحد يالله باغي يطلق من ايديها وينود باش ينشي عيط للطبي وهي يدفق قافزة ومخرج عينها دورات عوينتها وعود دوراتهم كتحس بجزمها ما مطوعهاش باغت نوت وما قداش ما حسات غير بايدين محاوطينها ومدخلينها لوحد الصدر دافئ بعدات شوية ونطقات الكلمة اللي صدماته قالت شكون انت ياسين على اطر هاد الكلمة بعد عليها ووقف حال فمه ما انطيقش اش اسمع هي دورات وجهها وبين لها علي وقالت علي تعطلنا ياك قال لها على ايش قالت مالك صاحبي على التخرج علي حلف امه وقال فخاته وراها احنا تخرجنا عام هادي زينب با دورات وجهها تاني وبينت لها سوما وهي دقو اه سوما اش كتيري هنا يكمل باتون خافتني ما نمشيش ناخد الكرتونة ونتصور بتطربوش سوما غير كتشوف بحيل كل شي ما عارفين شباش يجاوبوها ودورت عينيها تاني وشافت موسيو العلاوي واحد الباريق خرج من عينيها حت كتحتاربو وكتعتبرو جرات علي وقالت ايجيل هنا اشنو كيدير موسيو العلاوي هنا قال لها جاي يشوفك زينب حلات عينيها على جهدهم وقالت ايشوفني انا هزات عينيها وشخقات ايه حنان اش دك الشي اللي في كرشك المسخوطة يلا خليتك البارح صحة سلام وهي تقول حنان انتي اشكت خرقي اش من البارح هي تقول راوية حنان باللاتين مش نعيط على الطبي حالتها ماشي عادية يا ربي ما يكونش دك الشي اللي كنفكر فيه خرجات باش تعيط على الطبي اللي متابحها للزينب ولكن للأسف ملقاتوش مشات سولات الممرضة قالت لها نرجس لبروفيسور عمري ما كينش قالت لها نرجس لا واخد كونجي مالكي ياك لا باس وهي تقول راوية المريضة ديالو فقط قالت نرجس او ديال الغيبوبة الحمدلله ربي كبير قالت راوية اه الحمدلله وهي تقول لها نرجس راها حول لقاع المرضى ديالو لتيتيز اللي جا اليوم وهي تقول راوية تيتيز قالت نرجس اه الدكتور اسد الازرق وهي تقول لها راوية وهذا فين نلقاه ورات ورات هافين ومشت في اتجاه الغرفة اللي قات لها دقات وعطاها الاذن بالدخول دخلت وهيت حلف مها كان وحد الشخص اللي تلاقات معاه قبل والداربات معاه شاف هاح لعينها ودار ابتسامة جانبية قال لها اهلنا القبيحة وهيت وقد وقالت بروفيسور الازرق لمريضة ديال الغرفة الف وثمانية وثمانين فاقت من الغيبوبة قال لها فحصيها راوية ما عرفت ما تقول حيث ما دارتش خدمتها قالت لي الصراحة لا وهو يقول وقد تقول قبيلا عيتي باش بالسلامة وهي تقول الصراحة لمريضة كتخص مرات خوية ومن شفتها فاقت بالصدمة خرجت نقلب على البروفيسور العماري وهو يقول آسد اوكي يلا هنشوف حالتها ومشاو ولقاو زينة بشاد دفرسها وكتغوض حيث عرفات راسها فسبيطة دخلوا وخرجوا كل شي وبقا آسد وراوية وجوج ممرضات فحصها وهدر معاها وعطاها مهدئ وخرج عند العائلة كلهم تجمعوا عليه هم باللي هو شاك بأنها فقطت داكيرة ومشاو داروا لها الفحوصات اللازمة ورجعوها وجاء آسد بش يخبرهم بالنتائج د الفحوصات قال كيف ما كنت متوقع فقدان داكيرة جزئي غير هو ما عرفتش الفترة وهو يقول ياسين منهار التخرج قال آسد شحال هذا بش تخرج وهو يقول علي شي عامو الزيادة قال آسد وفهد العام ترات ليها شي حاجة اللي صدماتها ياسين زير على إيده حيث تفكر أشو قع لها نقز أيمن وقال اه تراو حاجات وهو يقول آسد إذن قال ها كي حاول ينساه وقال آسد الحمد الحمد لله ما عندها حتى شي مشكل تعافت بالكامل غير خاصها حصص ترويد بش تولي تمشي حد تشهور وهي نعصة ومن بعد ربي غيدير الخير وهي تقول الباتول وهد الداكرة دكتور ما تقدرش ترجع قال آسد على حساب رغبة المريضة المهم هو ما تضغطوش عليها وممكن تعودوا لها بشوية بشوية فاش ما تنهارش عود تاني ودازوه بزاف ديالليام على زينة غير في العلاج وتنقير مع ياسين شي باتو ديما قالب عليه وكل نهاري جيو عندها كاملين وكي عودو لها شوية بشوية وهي بعض المرات كتتفكر شي لقاطات وبعض المرات كتشوف أحلام ديال الحاديثة وكتفيق مفزوها كياخدها ياسين في حضنه حتى كتمشي في النعاس واليوم غدا تخرج من سبيطة والليت كتمشي والطبيب طمئنهم على حالتها والليت بزيحة جيدة جايسين من بعد ما خلص ولقاها لبسات حويجها وكتسلنا قال يلا مشينا قالت آه يلا شدوا الطريق الفيلا وهيا كتشوف الطرق قالت هادي ماشي طريق دارنا قال لها ياسين باقي ما بغتش دخل لي كراسك أننا مزوجي قالت آه مغندخلهاش وقال ياسين خليها خارجة لالا وصلوا الفيلا ووقفات زينب كتتأمن عجبها التصميم وعندها إحساس أنها كتعرف هاد القلاصة مزيان دخلوا وطلقوا لها كاملة كتحس أنه مغربش عليها هاد الشي وأنها متعودة دقلس معاهم ويتحطوا في كل شي كملوا ماكلتهم وكل واحد مشى البيجو إي اللذين اللي بقات واقفة فوسط الضال وياسين كان جاه تليفون وخرج باش يهضر مشات في اتجاه الجردة وبان لها واقف كيهضر غير قربت حدا وقطع قالت لي علاش قطع دي قال كنت كنهضر مع حبيبتي زين بغوكشات ودات راجع لداخل وبو يغفلها وهزها وطلحها لبيتهم دخلوا وصد الباب حطها وهي غير كتدور في عميناتها كل شي مألوف بالنسبة لها بقيت كتدور وتفحص في البيت وشافت حويجها حدا حويجه ومشات جهة الحيات كتشوف واحد تصوير دي العرسهم بقيت مقابلها وهي تقول داب احنا بصح مزوجين جام وراها وعنقها وقال لها اش بالك قالت كيف تزوجنا وهو يقول الصراحة انا اللي بتزيتك باش توافقي زينب انت افضات ودارت لعندو وشداتو من الكل ديال الطريقة ادوي كي درتي لها اش نو درتي ليا لا 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 اكيد كانت شي حاجة غاب لي خلات نين وافق ياسين حال وما بقى عارف ما يدي وهي قدامه شدات هاي ستير يدي للهضرة وبقات بلا 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 الحل الواحيد كان يسكتها بقبل خلاتها طايرة وحاسب قلبها كيشطح والعصافير كيزقزكو حوطات عنقو ومشات معاه في قبلتو لي جسمها كيعرفها مزيان احتحست براسها اش كدير ودفعتو وقالت اش كدير ياسين بعد عليها شوية وبتزم وقال كان حس بالروح رجعت لي زينة بتصدمات وقال لها ياسين مالكي قالت ما ماليش كمل لي كيفاش تزوجنا قال ليها بشرط وهي تقول اشنو ياسين شير الفمو قال بوسي وهي تقول لزينة ودابا اش كنت كدير كتحضر الدكتورة قال ليها ياسين ما كنش بعش منك وهي تقول واقول لي شدها ياسين وخرجها لبالكو وقال الجوز وين قلسها وقلس حداها وبدأ كيعاود لها من نهار اللي شاف ها فيه وكيفاش دخلات لحياته وبالتلاته وكل مرة كيعبر لها على حبه هيا كانت مستمتع بحديده وحاسة فعلا ان هات الشي عاشته ولكن ذكرتها خيناها حطت رأسها على كتفه وهي مبتاسة وقالت شحال وحنا مزوجين قال عام وثلت شهر وهي تقول ياسين قال لها باينة بغاة تقولي شي حاجة قوليها بلا ما تبقيت تمتمي قالتلي لا لا ما كين والو ياسين قابلها معاه قال شوفي وكان قالت وصافي قلتليك والو قال على خاطرك ما تفكرتي والو قالتلي لا والو وهو يقول اوكي يلا هنديك الوحد البلاصة ونشوفو واش غدا بتفكري قالت فين قال لي هاي ياسين بدلي ويلا تشوفي بعينيك زينب شادة طريق هي وياسين وهي تقولو داب احنا فين غادي قال لها غانمشي ونشوفو مشروعنا قالت كيفاش مشروعنا قال لي هاي ديال الجامعة اللي قلتليك خدمناها بجوش قالت بس صاح انا خدمت شي مشروع وهو يقول خدمتي مشاريع حبيتي ولكن هذا كان اروع واحد لحقاش خدمناه مع بعض يادنا بقاو غادين حتى جات قدام ياسين وحد سيارة صغيرة وكتمشي بشوية تبسم لحقاش تفكر اول لقاء لها معاها وبدأ كيكلاكسون احتح يدات من الطريق وزاد دار كيشوف زينب لقاها شدف رأسها ياسين مخلوعة قال مالكي قالت لا والو غير رأسي كيعطيني صدا قال لها تكي وإلى بغيتي نرشع قالت لا لا غير سير تكيت على الكوسان وهي كتفكر في الصورة اللي جاتها من اللي سمعت صوت الكلاكسون رجعت لها اللقطة ديال أول اللقاء لها معايا وغمضات عينها واستسلمات للنوم حتى وصله وكتحس بشي واحد كيلعب لها فوجه حلات عويناتها وقالت وصلنا وقال ياسين آه آجي معايا شدت في إيدي وهبطت ووقفت قدام الجامعة اللي كانت التبنات وخرجات الأرض الواقع بقات غادة وممتيقاش أنها هي اللي ختمات المشروع بقات غادة وكتشوف عينيها حتى وقفت قدام وحد الحجر وعينيها غرغرو كان حجر كيحمل التصميم ديال الجامعة وعليه اسمها واسم ياسين ممصدقاش كتشوف حلمها وطموحاتها كيتحقق وهي معاقلاش عليهم غرغرو عينيها ودارت جفت في ياسين كأنها كتشكره قال ما كين لش تشكرين هادو مجهوداتك عارفك معاقل على والي وها أنا معاك وها أنا معاك حتى تعقلي على خاطرك هي كتسمع هادرتو وتلاحت عن قاتل وزادت في بكاها باغ يتذكره باغ تعرف كيفاش وقعات في حب هادو الشخص وباغ تعرف قلبها علاش كيدرب من لي كيشوف وعلاش كتولي ضعيفة قدامه علاش كتحس بالآمان في حد سلاو الجولة ديالهم ورجعوا بالدار لقوهم ديرين حفلة دخلوا وشد في ايديها وبدأ غادي بها حتى وقفه وسط الجردة اللي كانت مزوقة وفيها أضواء خافتة وموسيقى كلاسيكية دورها عندو وشدها من خسرها وقربها لي حتى لسقات فيه وخدا ايد هادرها على كتفو والخرار خلها في ايدي وبدأ وكيتميلوم عالموسيقى ومحاسينش بالعالم خارجي حالي لما كان فيه غير هو مبزوش مبقاو تايين في عالمهم ورقصهم حتى ثالات الموسيقى وفيقهم صوت التصفيقات ديال الحاضرين وقفوا ومشاو احدا العائلة اللي كانوا مبتاسمين وعالمات الفرحة باينة عليهم وكملو حفلهم في فرحة وضح حتى بدأوا الناس كينشي والصباح فقت على ايد ياسين كتلعب ليه في وجه قال صباح الخير المشا قلتلي صباح النور مالك فايق دابا وهو يقول ياك قلتليك البارحة غنخطفك ويالله نوضي بالعقز نط دخلت للدوش وغسلت حالتي وخرجت البست حويجي ولقيت ياسين حتى هو لابس حويجو وخرجنا هبطنا خينا كل شي بقينا عف طبيعي حتى معت عب دي الحفلة خرجنا وشدينا الطريق رجعت كملت نعازي لي حرم لي سياسين وقلت لي من لي توصل فايقني وصلنا لواحد الدار كتاخد العقلي حدال بحر ونقفنا وهبط شدليا في ايدي بدينا داخلين ومع الداخلاء كان حس فراسي عاطينا صداع بالساء وهذا الدار كان عرف ها مزيان شديت فراسي ودخلنا بقيت كان دور عيني على الدار وكان حاول نتفكر شي حاجة وبعض تصاور كيدو زغط تاني ولكن كان شي حاجة مفقودة جهد يا ياسين وشد ايدي وشافني ما شي هي هاديك قال زيند مالكي يك ما كتدرك شي حاجة قلت لي لا لا والو غير راسي رك عارف وهو يقول اوكي ايجي معايا جرني وخرجنا الوحد القلصة على البحر روحة ناض شوية وتم جاية وفي ايدو بلاطو في الفضون قلص حدايا وبدينا ناكلو ونضحكو زيند من بعد ما شبعت الكريشة تكات على رجلين ياسين نستمتعا بالجو ما حسات حتى نعسات على حريقة ديال راسها والفانيد اللي كاتشرب بزها ياسين وحطها فوق الفوت ودخل هو الكوزينة يصير بالغضاء ناضط الاميرة ديانا وتبعت مصدر الصوت لقاتوا في الكوزينة دير الطبيعة وواقف كي يصيد الشلايد كلسات مقابلة معاه وهي ما فيه شوية رجع لها نفس الموقف وهد المرة رجع كامل ما ناقصة منه حتى شي حاجة تزاد ألم راسها وناضط باش ما تخلعوش دخلات الحمان وراسها دارها الأقصى دارها وعقلها كي يرجع لها كل ذكرياتها بقات واقفة وشاد دف راسها حتى وصلت الآخر صورة شافتها قبل من الحادث السبب اللي خلاها تخرج من تطار طاحت على ركابها وكتغولت اللا ما بايمكنش ياسين سمع أغواتها وخلا كل شي وطار لعندها شاف ها طايحة وكتب كي قرب ليها ويالله غيشدها نطرت مني وقالت لو بععد مني ياسين مخلوع كيقول لها زينب مالكي شوفي فيا واش قدر ركش حاجة يالله غيحط عليها ايدي وضرباتها ليه قالتلي قلتليك باحد مني ورجعني لدارنا دابا ياسين تعصب من تصرفها وقال ليها زينب أشهد التصرف قالتلي بغيت نرجع في حالي ودابا ناض ضربات فيه وخرجت للطموبيل وحتى هو ناض ادخل كوزينة ودفع للبوطة وخلت دنياها كده احتى يعيت على شي واحد يجمعها وخرج ولقاها قال صلو ومغوبشا ركب ودماره وهو ما فهم والو ما عارف شمالها خايف تكون كدرها شي حاجة وخايف عليها بالزاف ومقابلها من المراية وكيشوف فيها وهي مغوبشا ما فكيت شوجها وكتفكر كيفاش قدر يخونها وعليش رغم أن داكيرتها رجعت وعقلات على كل شي زوين دووزاته معها وعلى الحب لها السهلة حتى وفيها فقدت داكير بغاد ولكن الصورة اللي وصلتها في تليفونها أكتر حاجة شغلات تفكيرها ابقوا غادي في صمت رهيب وكل واحد فين واخدوا تفكير وفي هاد الوقت كانت حانان في سبيطة وكل شي ضاير بها عائلتها وعائلت ياسين وكيضحكوا كيباركوا ليها المولود الجديد ديالها وصلوا للدار وهبطت زينب لما تشوفي ومع الدخلات لقات مع موسيو العلاوي تبسم لها ورجعت هالي دورات عينها ومباليها حد وهي تقول فين مشاوا كاملين قال لها موسيو العلاوي صاحبتك ولدات ومشاول عندها وهي تقول بالصاح احتى أنا غدا نمشي شكرا عني خرجات وتسطحات معايا سين شدها من ايديها وقال لها فين غدا قالت غدا لسبيطار عند حانان وولدات وهو يقول سناي غنوصلك زينب بحدات ايديها وقالت بعد بعد مني غنمشي بوحد ياسين تعصب وقال زينب ما تختبر صبري قولي لي يا مالكي على هاد التصرفات يلا كنتي صحة اسلام ايش واقع هضري ضربات فيه وزادت قالت لي ما واقع والو ما بغيتكش تبقات مسني ولا تهضر معايا كتسمع وهاد شي ديالنا قريب غدي سال ضربات فيه وزادت خلاته كيغلي وهي خرجات شدات تاكسي وعطات هاللبكة احتى وصلت للسبيطار مسحات دموحها ودخلات سولات على الغرفة ديال صاحبتها وروها لها ودخلات عن صاحبتها لقاتها هي ولمياء وايمن ومروان اما العائلة خرجوا يتقدى وشي حاجة قربات الحانان وتلاحت في حضنها وكملات بكاها كل شي استغرب من تصرفها لمياء غمزات الدراري وهو ما فهموها وخرجوا شوفوا البيبي اما زينب بقات كتبكي احتات في الشات وهزات عينيها من فوخي وجهها مزنك قالت مبروكة صحيبتي قالت لها حانان الله يبارك فيك ولكن خليك مني مالكي انتي وهي تقول لمياء اه حالتك ما عاجبانيش قالت زينب خوك كيخونني لبنات تصد موح اللوفة مهم وهي تقول لمياء اه كيفاش ومعاش ومعامن كدر تعرفتيها قالت لها حانان سوكتي وانتي صارت كاسيطة زينب ما يمكنش هاد شي اللي كتقولي يا سين ما يديرهاش وهي تقول بلا ما تبقى وتفلاو عليها انا رجعت لي الداكيرة وهي تقول لها لمياء اواه مبروك ولكن ايش علاقة الخيانة بالداكيرة وهي تقول زينب انا انا اعلاش خرجت ذاك نهار من الطار ماشي علا ود تصاور اللي وصلوني وهميت نفسه الدريات قالت ليها لمياء اوا سير يا زينب يا بنت الباتول انا اش بغيت لك وهي تقول حانا ما تدعيش عليها غير قربها لي يا راني ما قادراش النوت قربات هاليها وطلعت معها واحد القرصام اللي فخط احتها ووتات زينب وهي تقول اي قرصتك مسمومة ايش كاين قالت ليها لمياء ايوا ابنيتي طرطيتك هي اللي فقدتك الدكيرة وداب ديريها ولها ان كل امك وهي تقول زينب فهموني ره ما فهم توالو وعودوا لها مراد للتافقع لهم وان مراد مات وصفياء في الحبس بتهمة التشهير وان فوزيات سطات واحلام مشات الخارج ناضت قافصة وهي تقول ويلي يا سين قالت ليها لمياء مالو قالت زينب غير سكتي درت فيه دورة يالزمان قالت ليها حنان ياربي ياربي اعطيك شي صلخات برد يالغدايت قالت ليها لمياء صافي احتنتي را غير بو صوت صالحو دخلو الدراري والقو لبنات عاطينها للضحك وزينب الدر صلخ را باينا لها بالضحك وهو يقول مروان ضحكونا معاكم قالت حنان داب انا مغنشوف شو وندي قال لها مروان غتشوف فيها حبيبة غير توليت تمشي وغيدوك باش تردعي يا سين ما شاف جهد زين بقاع وهو يقول فلي فلا مبروك العزري وهي تقول لي الله يبارك فيك اخويا بقا ومدة قال زين مع بعدياتهم احتى دخل امين وكريمة وعلي ومريم اللي كريشتها بدات كتبان عندها ربع شهور وهي تقول زين هاي هاي امت درتي هاد الكرش قال لها علي فاش كنتين عزاء ومشاي بلد دنيا خبار وهي تقول زين والتي كتغفان المغفان قال لها امين ما كتقاد وش وهي تقول زين خويا العزيز توحشتك قال لها ايمن انا راكن غير وهو يقول امين هاي شوف از حام الله راها اختي قبال منك ابقى وعلى الضحك اللعب وكل شي كيدحك إلا ياسين اللي كان متكي على الحيط وكيخمن هزات راسها وشافته ومعجبهاش الحال تشوفوها كدك ونسات أمر الظبلة والانتقام وتمشات حتى لحدة وتعلات لاريوس سبعانها وقربات الودن حتى انا بغيت ياسين شاف فيها وكيقول هاد البنت غدا تحمقني حيل وعقل وقال لها اشنو بغيتي قالت لي هزين بفودنو بهمس بغيت بيبي ياسين جهلاتو كان غادي يغتص بها احداهم قال لها بعدي لهي هزين ما ضمنش لي كراس بتاسمات وبعدات عليه ودوزو لشية كاملة عند حانان ضحك وتفليا وحتى ياسين تطلق حتى عرفها ما بقاتش مقلقة منه رجعوا كاملة للدار ومع الدخلة واقفين الرباعي ديالة وهي تقول لمياء اه شوفوا انا راها عيت غدا تجي وتخطبوني ولا هندير ليكم شي مونتي وهو يقول ايمن غندي عروسة غبيلة قالت لمياء هادش لي كاين عجباتك هي هاديك ما عجباتك ش هي هاديك قال لها صافي عاجباني عاجباني دخلنا وقلسنا في الصالون شوية جات نورة عالماتنبي اللي العشا واجب تعشينا ومسيو العلاويت لما ياسين يتبعو المكتب بغا يناقش معاه شي حاجة مزيان هادي هي الفرصة طرت للبيت وقديته وثاوبته ودخلت دوشت وصايبت حالتي كيف نتصالح مع حبيبي على دكشي اللي درت لي ها صباح بقيت شوية وتم جاي ياسين حل الباب وتحل معاه فمو عيني بقى واقف شحال مصدوم قيل غير صباح كانتك تقول يا بعد مني ودبا ما بقى عارف والو ولكن اللي عارفه ومتأكد منه هو أن هاد الأنتة عندها تأثير كبير عليه فات مرحلة الحب والعشق وهو يا ما كيقدرش يبعد عليها وما كيقدرش علم خاصمتها قرب حدايا ووقف وتقابلت معاه وقال الزين هي قولي لي بغيتي بيبي بتاسمت وقلت آه ولكن هاد المرة ما غنتوحمش على الببوش غنتوحمها على شي حاجة حلوة وهو يقول بلاتي بلاتي رجعي لي ياسي انت كيفاش عرفتي باللي راسك انتي كتوحمي على الببوش اضحكت وقلت لي وباش غدا نعرفها في نظارك وهو يقول اللا ما تقولي هاش درت لي عبر راسي اه وهزني وبقى كيدور بيا وهو فرحان ذاك شي اللي تمناه تحقق حطني وقال ايجي وعليش كنتي مقلقة صباح غاو باشتو شديتو منش نايفو بإيدي وقلت على هادول يتحطو على وحدة اخرى ياسين اضحك حتت سمعات في الفيلا وقال اه غرتي قلت لي كون معودات ليا لمياء اوليدية ياسين كنت غنقطعهم ليك بالمقص ويكون حافي وهو يقول اياك وباش غنبوثك قلت لي استعين بصديق وهو يقول غنخبطك ونوريك صديق اضحكت وقلت له غرتي ودووزنا لي لارومانسية بامتياز وديزوليان وايمن خطب لمياء وتزوجه ومنوري عرسهم في سيمانة كانوا مازالين في شهر العسان وزينب لوحم دار لها حالة وولت غير فاشلة وكترجع وكتشه وياسين كيجيب وفي اللاخر ما كتاكلوش شيباتو وراويا مشات لطنجة باش توجد مع ماما هالخطبة حيث آسات قال ليها غنش الخطبك وحانان جات لوستها وصافر بزوج اما عند زينب اللي كانت جالسة في البيرو حتدخل عندها يا سيم قال ليها الحب اش كديري قالت ويلو غير طلعت هنا مقدرتش نشم ريحة الطيال قال ليها وحط ادو على كريشتها وقال شوف هاداك المشاهد تكايز ليه على مراتي زينب بدت كتحك وقالت يا سين قال ليها هاد يا سين ما كتطلع غير فاش كتكون شي ضبلة ولا تشهيتي ليه شي حاجة غابرة قالت اه عرفتي فين بغيت نمشي قال ليها فين قالت لدارنا وهو يقول يا سين اش من دار قالت زينب اللي كالناس اكنين فيها فاش تزوجنا بغيت نبقا وبزوج وقال يا سين مه هي هنصهره قالت زينب ولا الماسخ ما شيدك الشي اللي فعقلك بدك يقرب ليها وقال اشنو فعقلي زينب بدفعته وقالت اوي ليه ديك الله دابا يدخل عني صافي بقا غير هو ما حصل ماش قال ليها ايو اش فيها حبيبتي ها هو حصل نا قالت زينب الباسل دابا اشنو غن مشيو قال ليها ندي حبيبتي فين ما بغيت ولكن جمعي حويجك باش غداء ان شاء الله غن شدو الطريق من تمال طنجة وهي تقول زينب اه ما سولتك ش تلاقيت مع الطبيب قال ليها ياسين اه شفته جا عندي للشريكة قالت لي كي جاك قال ولد الناس دريف والسيد قاري وخدام وساكن هنا بوحده وعائلته في مراكش وفي طنجة عند راوية وحياة دار السوق كامل واللي كتعجب حياة مكتعجب راوية واللي كتعجب راوية مكتعجب حياة مكيت تفقو حتى كيش حفو خداو اش غادي خصهم الخطبة وش يحويش لراوية وهي تقول راوية ماما ماركا اراه جايين غير يهضرو قالت لها حياة سكتي وزيدي قدامي قالت راوية واماما اراعيت وهي تقول حياة سيري شربيلك شوية ديال الماء وارتاحي انا غانشوف غير شنافات للطبلة ونمشي مشيت حياة كتشوف شنافات ديال الطبلة سوليت مل محال بش حال هادو جاوبها وهزات راسها لحقاش الصوت مغريبش عليها مع الهزة مع التكوانسات وعينيها خرجو وغارفرو مشيت بخطوات تقيلة لمصدر الصوت وعينيها دايزين بالطور فتحت ايديها واخدتها في حجنها كانت صاحبتها لضلمات هالحياة وبعداتها على عائلتها وعلى أولادها وحتى على صحابها ولكن ربي كبير ابقوا كيبكيوا ما تفارقوا احتفايقهم صوت راويا قالت او ماما مالكي حيات بعدات شوية وقالت والوا بنتي وهي تقول خديجة بنتك تبارك الله قالت راويا سلام خالتي وبينها وبين ماماها قالت شكون هادي يا ماما وهي تقول حيات صاحبتي وعشرة عمي ابقوا كيهضروا وشوية حيات أصرات على خديجة باش تمشي معها وتحضر لخطبة بنتها وحتى خديجة كانت موحشة صاحبتها ومتشوقات عرف أخبار ولدها قالت اختي حيات واش تحولتوا لهنا ولا كيفاش قالت ليها حيات لا را تطلقت من رجلي اللول وقالت خديجة ها وكيفاش قالت ليها حيات ما كاتيب وهي تسوي وأيمن قالت ليها حيات أيمن نبقى معاه وغنعود لي كل شي عليه راه كبير تبرك الله وتزوج خديجة لمعو عينيها بالتمر وقد تحصر أنها ما كانتش مع ولدها في أهم منها رفحياته وبنتها اللي معمرها كانت معها في حتى مرحالة في حياتها ومعارفها فين كينا مشا ودخلوا لدار حيات واللي تار انتباه خديجة هو الحيط اللي عامر بتصاور دايمن وياسين قربت ليه وعرفات أيمن من ملاميحه اللي قريبة لها بقات كالدوز إيديها على التصوير وعينها دايزين بالدموع وقالت يقدر يجي غدا قالت ليها حيات ما نظنش ما زال مسافر برا المغرب وهي تقول خديجة ما ساكنش هنا جاوباتها حيات لا ساكن هنا غير مشفش هر العسال مع مراته قالت خديجة مزيان الله يسهل عليه هذا ولدك جاوباتها حيات آه ولدي ياسين وهي تقول خديجة تبارك الله وفينا هو قالت حيات ساكن في كازا وغدا غيجي إن شاء الله هو ومراته قالت خديجة آه زوجتي يكنتك تقولي ديما ولدك غدا تزوجي البنتي وهي تقول حيات آه واحدتك نزوجه البنتك وفيت ولا نقوله القادر اللي فرقنا هو اللي جمعهم خديجة نزل عليها هيد الكلام بحال صاعقة في اللول كانت كتسحاب صحبتها كتتفلة ولكن من اللي حقات في ملامحها عرفتها كتهضر بالصح وطاحت على طولتها هزيتها بمساعدة راوية وقلسوها في السداري وعطاوها الماء بقات كتبكي في صمت ما عارفة ما تقول وهي تسوو لراوية ماما شكون هاد المرأة ومالها جاوبات حيات هادي مامات زينب وآيمن بقات راوية مصدومة وبقات حيات حدا خديجة كتواسي فيها وهي تقول خديجة نقولي لي كيفاش لقيتوها وهي تقول حيات غير ارتاحي من بعد نهضرو وغاد نعود لك كل شي وفعلا حيات عودات القصة كاملة لخديجة أما زينب فاقوا الصباح وشدوا الطريق لطنجة ووقفات ياسين شحال من مرة باش شد تفرخ وفلاخر استسلمات للنعاس احتفايقها ياسين بقبلة خديجة وصلوا وصلوا وطلعوا دقو وهي تحل لهم خديجة بقوا واقفين شحال كيشوفو في بعضياتهم خديجة عينها غرغره حيت عرفاتها فاش شافت ياسين محساتش بدموحا حتى بدا وكيطيحو بحال شتا وجات حيات دخلاتهم وخديجة قلسات قدامهم باقى ممطيقاش انها دي بنتها اللي خلاتها لحمة كبرات وقالسة قدامها ومعرفات هاش من بعد ما تسالموا وهي تقول حيات بنتي زيند هادي صحبتي خديجة وقبل ما تكمل كانت زيرات على ايدي ياسين غير سماعات اسمية قلبها بدك يضرب وعرفات شنو غدا تقول غرغرو عينيها ووقفات بلك المبلج وهي تقول خديجة ما عرفتش واش عندي الحق نقول لك بنتي ولا لا المهم غتكون حياة عودات لكم كيفاش تلاقيت مع الاب ديالك قالت زيند هداك ماشي الاب ديالي وهي تقول خديجة من حقك حيات اللي دوزو عليك وعلى أخوك ماشي سهل أكيد انتي كتساءلي كيفاش قدرت نخلي ولادي ونمشي بلا ما نشوف مورايا ولكن قلتش شي ويت كرفيس وزيد الراجل اللي كنت مزوجة كان منوض فيها الرعب قبل ما نولدك بشي شهور هربت من عنده لحقاش كان فين ما كيدور كيهدتني بأنه غادي قتلك وانتي ما زالف كرشي أهربت وتلاقيت شي ناس خدموني عندهم في دارهم وخب كرش وقلست معاهم خد دامة بعرقة كتافة وياكلة شاربة وحامد الله جمعت شي فليسات وقلت غير تزادي ونخرج نكري ونمشي نجيب خوك ونجمعكم تحت جناحي ولكن القادر كان قايل كلمته نهار ننقاشي خدمة ونجيبكم عندي ولكن تجري رياحه بما لا تشتهي السفر خرجت حياة ذاك النهار وما رجعت تعطلت وأنا تخلعت من ها ذاك الوحش ونطب الجهد اللي فيها هزيتك هاك ذاك بما نطب ودايزة من حدا وحد الغرفة وسمعت نيقاش بين مرأ وراجلها مات لهم ولدهم والمرأ كانت مقلمة حيث عمرها ما غادة تولد بقيت متردة احتبال لي ذاك الوحش داخل من البال ودخلت عليهم حطيت كليهم وخرجت بلا ما نشوف لا هاك ولا هاك اهربت ومشيت عند الناس اللي كنت عندهم وقالوا لي جاراج لك حي وغوت وجمع عليهم الجيران ذاك شي علاش ما غايقادروش يخليوني معاهم وعطاوني حوايج وشي باركة وخرجت وانا باقة نفيسة ما عارفة فين نصل ولا نعطي الراس ومشيت المحطة وركبت في الكار بلا ما نعرف فين غادي غادي احتوصل للتطوار وبلية تاكسي وركبت فيه ماشي حتعارفة فين غادي ولكن غير بغيت نبقاش هالده الطريق حتي يطلع للنهار وفعلا بقى غادي احتوصل للفنادق وبدأ الضودي اللي فجر كايبان وكنشوف شي عيالات ورجال غادي جي هدش بلاسة عامرة سوولت قالوا لي يا راه كيمشي والباب سبتة كياخدوا السلعة وكيجي ويبيعوها في السوق وقلت ندير بحالهم وداك شي اللي كان مرمدوني وشفروني وجراه عليا انا عزت في السنقة وفي السوق وفي الجردة حتى اتلاقيت مع وحد السيد الله يجازيه بالخير هو اللي كيدخل للسبتة وكيجيب لي السلعة بداك يجيب لي في اللول سلعة قليلة اللي نقدر نضطط بشوية بشوية ولا كيجيب سلعة كتيرة وكنبيحها ووقف معايا حتى كريت وولات عندي بلاسة في السوق وعرفت الناس اش كيبغيو وحتى السوق اش كتطلب وجيت كريت هدك الحانوت اللي فطنجة واللي لقاتني في حياة البارح غد قولي علاش ما قلبتش عديكم ما كانش عندي الوجه اللي شوف فيكم واحد خليت عندي ربع سنين ووحدة لحمة كي غندير نشوف في وجه بكم بقيت كنتير حتى جبت لكم اب ما كيستاهلكمش وحتى انا ما نستاهلكمش كنت ديما كنصلي وندعي بش تكونوا بخير وعلى خير ويكونوا الناس اللي مهلين فيكم زينب كتسمعوك تبكي وهي تقول خديجة سمحيلي يا ابنيتي خليتك تبكي وانتي واحلة في روحك قالت زينب لا ما تقوليش هكا قربات حداها حتى معرفات ما تقول وشدات في ايديها وهي تقول ان شاء الله غنعوضك على كل شي خديجة هزت ايد بنتها وباستها وقالت الله يخليك ليا قربات وتعانقوا واعطاوها اللي بكى وزينب اكتر معا الحمل باش يشوفو اشنو اللي خاص وجاو الخطاب ودازت خطبة راوياء زوينة الغد لي يا سينو وزينب شدوا الطريق باش يرجعوا وزينب اصرات على خديجة باش تمشي معاها باش تشوف ايمن وبعد رحلة طويلة وصلوا عرساننا لمغرب ومشاو نيش هان الفيلا ولقاو غير سوما والباتول ومسيو العلاوي كان مشا الفيرمة معاش يصحابو عنقو بعضياتهم وقلسو كيهضن ولمياء كتعاود ليهم لشهر العسان كيداس ونساورتهم في الهضرة حتى سمعوتو موبيل وعرفوه غيكون ياسين اجا هو وزينب وناضت لمياء طايرة عن قاد زينب قالت ليها توحشتك سالموا مع بعضياتهم ودخلات خديجة وعرف هياسين على الباتول الباتول عينيها غرغر حيث غير شافتها وعرفاتها وتعانقو مع بعضياتهم ودارت خديجة شافت ايمن عينيها تغرغر وقالت ولدي سمحلي يا ولدي ما خلاهاش تكمل وتلاحف حضنها ضمها وهي كتبكي وهو دمعو عمرو عيني وبقات كتردد سمحلي يا ولدي سمحلي بقى دمها شحال احتى حيد وحشه كامل وهو يقابلها معا وقال انتي اللي سمحي لي ورجح دمها وهي تقرب زيند وقالت ايه راغرت انا غرت قربت قربت حداهم وتعانقو بتلاتة وهزات خديجة ايديها لسمه وقالت حمدتك يا ربي وشكرتك اللي شفت هاد النهار يا ربي دوم على ولداتي فرحتهم وحطت ايديها على كرش زينة وقالت ويفكو حايل بنتي على خير ودازت ست شهور على العائلة لم ياء ايمن استقروا في الضار ديال الغابة ودو معاهم خديجة حنان جيبها ولدها اللي بدا كيكبر وكيحبو تحطو هنا وتلقاها تقلب على كرشو ووصل لهيه وثوما والباتول باقين ديرين الراس على الراس داخلين خارجين موسيو العلاوي قاع اللعب ديال تراريش رهون حيت عرفوا جنس المولود جايهم اول حافيد اما زينة بتقلات وولات المحنة ومجنة ياسين ما كتنعس ما كتخليه نعس وهاد اليام كل ليلة فيقى باش يديها لصبيطة وكيقول لي هات بباقي الحال واليوم معرب عدية الصباح فقد زينت بوجع خفيف في كرشها ولكن غادي وكيتزاد بدات كتحرك في ياسين كتقول ياسين نود نود كرشي ياسين مقلوب بالناس قال ما غدريهاش بيتان هنينا خلينا نعس قالتلي وانود رفيالوجة وهو يقول وزينب سيمانة هادي وانتي هادا هو حالك زينب حسات بالماء خرش منها وهي تغوت فوق رأسها الفيلا كاملة سمعتها واره كان ولاد نود نود ياسين مفزوع شاف تحت هالماء وصفار بالخلحة ولا كيدخل ويخرج في الهضرة غادي جاي قدامها تقول هو اللي غا يولد وهي تسهل فيه زينة وقلاس دو وختيني تحل الباب ودخل وقايع شافتها راوية عرفتها التطقات لها السدي هز هيا سين نيشان سبيطار وهي كتتوجع وكتعاير فيه خرجت علي اش داني انا علاش تزوجت اصلا الله ياخد فيك الحق دخلها لسبيطار ودخلت معها راوية وهو بقى كيتشواء على برده كيسمع غواتها وبكاها وهو غادي جاي خايف عليها بقى شحال هو كيسمعها كتبكي وكتغوط حتى سمع صرخة طفل صغير عاد استوعب انها ولدات خرجت راوية هزل بيبي في ايديها من بعد ما غسلوا ليه الممرضات بقى كيشوف فيه شحال مد صبعو الايديه صغير ورا وعينيه كيلمعو بالدموع قرب حداه وباس ايدي ياجه وهي تقول راوية انا غندي نلبسه وانت دخل عند سينة هز يا سينة راسه وزاد بخطوة تقال عندها لقاها ناعص بالباس اسبيطان ووجه شاحر قرب حداها وباس مات ليه باس ها على راسها ومن بعدها بوس في شفايف حال لي كيشكر ها حيث كانت قوية هز راسه وطاحت دمعه من عيني اكيد هادو دموعد الفرحة قرب الودنيها وقال كان بغيك خرجت زينة من سبيطان ودازت سيمان ودار السبو ومن سالة كل شي يا سين هز عينه للسماء كيحمد الله وكيشكره على عائلته وجمعتهم وفرحتهم مع بعضياتهم وهز ولده وطلع الفيديو وتبعاته زينة بعد ما تأكدت ان الكل نعز دخلات ولقعته وحط ولده وسط نموسية وناعز حدا ومشات وبدلات وتخشات حداهم من جهة الخرى تحت نظارات ياسين اللي كلها حب شد ايديها ونعز ولكن ضروري نوضهم سيازان في الليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة